قرارك بالاعتزال وارتداء الحجاب حصل إزاي؟ أو زي ما حضرتك قلت في الأول مش عشان شخصية قوية أو عنيدة أنا بشوف الحاجة فروم ماي أبوينت فيو يعني ليه وجهة نظر كده ببص في حاجة؟ الحاجة دي هتوصلني لفين؟ الحاجة دي صح؟ لا مش صح كورون استشعاري بترفض التكملة في خط معين مع جروب معين هل الحجاب بالنسبة لك كان ليه ظروفه؟ أه طبعا إيه؟ كان أخويا الله يرحمه 21 سنة محمد توفى ونزلت معاه تحت وشفت يعني كان فيه زي ألم كده لأول مرة حالة وفاة ورح بابا لأنه كان بيحبه جدا الله يرحمه أبويا جلال سف النصر يعني فألمين وراء بعض أول مرة في حياتي بشوف كنت صغيرة يعني يعني إيه حالة وفاة؟ يعني إيه؟ يعني إحنا كده بجسمنا بنبقى مش موجودين فجأة تحت التراب فكت عندي حالة هزة كنت بعمل بروفة مسرحية مع برضو أستاذ وحيد حمد اللي كتابها مع الراحل العظيم حبيب قلبي محمود عبدالعزيز اللي يرحمه وكت بصور في حاجات ودخل أعمال بقى والدنيا معي فريدة بقى أفلام بطولات ومسرحيات وحاجات كده فحضرت درس ما الناس خدوني طبعا لأن الحالة النفسية كده حضرت درس ما واتكلموا عن طبعا القبر والموت وأنا شفت ده أنا شفته بقى أنت عارفة إنسان عنده هزة مش فاهم يعني عشان شفت تجربة أنت شفتها ده أنا شفت شفت الحمد لله فأنا عيطت وانهرت جدا من الكلام ومن نزول القبر إزاي والليلا بتبقى لوحده بعد قد إيه بيتحلل والكلام ده كله أي قلب كويس هيرتجف يعني وابتدت أنهار فحد من الناس المحترمين قامت لبستني الطرحة اقيت لي خلاص بقى ومش عارف إيه بتاع وكلنا بدل يعني نتكفن وإحنا عايشين حسن ما نتكفن وإحنا مين هي لا خلاص يعني يعني إيه لأن بصراحة ربنا هي ما عملتش حاجة وحشة هي عملت حاجة كويسة فنانة وأنا أتمنى أن لو ربنا قدرني وأقدر أعملها لكن تاني يوم الصبح لقيت الجرائط كلها كاتبة وأنا بعمل بروفات ومضية وعملة ومسوية اعتزال الفريد السفن ناصر طب هم ما قالوش حاجة وحشة يعني هم قالوا حاجة كويسة فما درتش أن أنا أرجع فيها